رضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رجل أصيب بجرح في أصبع رجله فلف عليه الشاش وطيلة ثلاثة أيام كان يتوضى ويصلي بدون أن يمسح أو يغسل هذا الأصبع جهلا منه فال عليه الشيء نعم عليه يعيد الصلوات لأن جزء من العضو لم يصبه الماء ولا الماسي نعم فمعناه أنه يعيد الوضوء ويعيد الصلاة نعم رسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه لمع قدرت درهم فأمره أن يعيد نعم